اشتركوا في القناة وبأوامر من مؤسس موانئ محافظة غرموزغان قامت باحتجاز النقلة سيتان اون برو وأضف أنه تم توجيه النقلة إلى سواحل إيرانية وتسليمها إلى منظمة موانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيق وطيئ المرحلة القانونية وقبل إعلان الحرصة التوري عن احتجاز النقلة أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات عقب ورد أنباء حول توجيه سفينة تحت عالم بريطانيا إلى مياه الإيرانية في الخليج وفي وقت سابق تسبب احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجعة إلى سوريا بالقرب من جبل طريق بالتوترات مع إيران وصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بالقرصنة وتوعدت بإتخاذ إجراءة ضد ناقلة نفط بريطانيا وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على زر الأحمر أسفل الفيديو واشتراك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن